كرام وتابعنا هذا التقيل الذي عده الزملاء في منطقة القسيم كل شكر والتقطيل لهم لكن مشاهدين دائما نسمع عن أنواع كثيرة من العلاجات وأصبحت علاجات تكميلية إلى جنب الطب الحديد هذه المرة نتحدث عن العلاج الهندي من ألاف السنين يستخدم في الهند العلاج بالزيوت والأعشاب الطبيعية وما يسمى بالأيروفيدك معنا من السيديو جدة مشاهدين الكرام الأستاذ النوف محمد مدربة تاليوغا والمهتمة أيضا في مثل هذا العلاج صباح الخير أستاذ النوف أهلا صباح النور يأتيكم العافية عبد العافية بداية أن نعرفين ما هو العلاج الهندي الطبيعي العلاج الهندي الطبيعي عبارة عن نظام متكامل من العلاج بالأعشاب والعلاج كمان بالمساجات والتدليك وأنواع مختلفة من التطبيقات اللي نعرفت في هداك الوقت عمره يمكن سبعة ألاف سنة ويمارس في الهند من هداك الوقت إلى الآن والآن له جامعات تدرسه كيعتبر الطب الأول في الهند وبعده يجي الطب الحديث لأسباب كثيرة فلو تطبيقات كثيرة نعرف في العالم العربي برضو وأكثر تطبيقاته اللي دخلت الآن على العالم العربي اللي هي أنواع التدليك المختلفة والعلاج بالزيوت والحليب المطهومة أعشاب معينة وكده للرأس وأجزاء من الجسم نعم أستاذ النوف على ماذا يعتمد هذا العلاج نحن نتكلم عن الطب السيني من خلال الإبر العلاج الهندي على ماذا يعتمد؟ يعتمد على نظرية قديمة اللي هي نظرية الطب القديم زي ما نشوفها في الكتب ابن سينة وغيره بيعتمد يعني على العناصر في جسم الإنسان اللي في هداك الوقت مسلوها بهذا الشكل نظرا للبيئة وقتها كانت وما كانت وسائل الطب متقدمة زي دحين فيذكر لك مثلا عنصر النار عشان يمثل الأحماض في الجسم يذكر لك عنصر الماء عشان يمثل السوائل أو الدهون في جسم الإنسان عنصر التراب عشان يمثل لك العضلات بهذا الشكل فيشخص الأمراض بناء على هذا السيسترم كمان عندهم الأنسجة السبعة بيقولك أنه الواحد لما بيأكل القذاء أو بيتعاطى الدواء بيمر هذا بسبعة مراحل اللي يتكون في جسم الإنسان إذا حصل في أي جزء من هذه المراحل خلل معين بيكون فيه أعراض معينة وهذا هو تصنيف الأمراض عندهم وهذه يسموها الداتوز اللي هي الأنسجة السبعة البلازمة والدم والعضلات والعضام الدهون ونخاء العضم وسوائل الإنجاب أو الهرمونات المسؤولة عن الإنجاب فهذه بيعتبروا أنه في كل مرحلة فيه خواص معينة الإنسان فيه أعراض معينة بيكون فيه خلل فيه مرحلة من مراحل التكون أو فيه جزء أو نوع من أنواع هذه الأنسجة فلو بيكون أعراض معينة بناء على اختلاف العناصر فيه فبيعطوا علاج دوائي داخلي طبعا مصنوع من الأعشاب كل عنصر بيكافئ عنصر أو بيقلل أو بيزيد من عنصر أو بيعملوا تطبيقات خارجية زي البخار بأعشاب معينة أو أزيوت مطهوة بأعشاب معينة يتعمل بيها مساج وبعد كده بخار وفيه تطبيقات كثير مختلفة على حسب ما تطلبوا الحالة نعم سيد نوف تحدثنا عن الأمراض اللي يعالجها أيضا الأيروفيدك والله كثير من الأمراض بالذات أمراض العمود الفقري الإنزلاق الغضروفي أمراض العضلات أمراض الأعصاب أمراض الجهاز العصبي القلق والأرق وقلة النوم شد العضلات بعض أمراض اللي بتسبب أحيانا سبازم أو تشنج في العضلات سواء كان مرض أو كانت مشكلة عابرة فهذه أكثر الأمراض اللي بتعامل معها هذا النوع من الطب وبتحقق نجاح فيها كالشلل تأهيل الجلطات وهذا الكلام نعم لو تحدثنا أيضا عن الجلسات الآن طبيعة الآن والله أي شخص مصاب الآن بالدسك يعني أنزلاك غضروفي لا قدر الله بعض المشاكل الجلسات وطبيعتها يعني هذه بتكون من 7 إلى 14 جلسة بيستخدموا علاج بيسموه البوديكيري بيجيبوا قطعة من القماش وبيحطوا فيها مجموعة من الأعشاب وجوزة الهند و أوراق الليمون بعدها بيدلكوا الجسد بطريقة معينة عشان يهيئوا العضلات بعد كده يبدأوا العلاج هذا اللي يكون عبارة عن وضع المواد هذه في السرر وضرب الجسم بيها بطريقة معينة وبعد كده يبدأوا يدلكوها برضو بطريقة معينة عشان يحسنوا من وظائف العضلات وبالتالي يتحسن وضع الفقرات والعلاج طبعا وقت العلاج بيحاول المريضة بيقولوله أنه يرتاح أنه يتجنب هذا ويتجنب هذا ويتجنب هذا وفيه لها طبعا تحسن واضح مع العلاج نعم سيد نوف عندما نتحدث عن علاج الطبيعي الهندي فنتحدث عن شيء أشتر فيه مساجر رأس حتينا الآن عن هالفلسفة أنه في الرأس وكيف الطريقة حتى يعتبروا أنه الدماغ مسؤول عن كل شيء وطبعا جهاز العصب المركزي مسؤول عن كل حاجة في جسم الإنسان فاللي بيسووا بهذا العلاج يا أنه يسووا شيء اسمه شيرو دارة يا أنه يسووا شيء اسمه شيرو دارة الشيرو دارة اللي هي العلاج بالزيت المطبوخ بأعشاب معينة ويصبوها على الرأس لمدة معينة تتراوح من 30 دقيقة إلى ساعة بدرجة حرارة معينة وبانتظام معين تصب على الرأس ويعمل بها مساج للرأس وقبل الجلسة طبعا بيكون فيه مساج لتهيئة الراس وبعد كده بيحطوا الزيت وبعد كده بيدلكوا وتستمر هذه الجلسة سبع أيام كفاية أنها تعطي نتيجة بس فيه حالات بنحاول أنه إحنا نعمل لهم أكتر أو ندخلها مع النظام تاني من العلاج عشان تكمل اللي إحنا بنسويه وغالماً بنستخدمها في حالات الشلل الرعاش أو الجلطات أو تأهيل الجلطات الناس اللي يجون يعانوا من قلق شديد أو توتر شديد بنسويه لهم هي بالحليب بتكون باردة والناس اللي بيكون عندهم مشاكل أخرى متعلقة بالجهاز العصبي أو بالعضام أو حتى بالإمساك بنسويه وهي دافئة نعم سيدة نوفلو تحدثنا يعني أنه يعالج أمراض الصداع الآن الشقيقة الصداع النصفي كل أنواع صداعات والله يعالج بس لازم يكون يمزجوه مع أنظمة معينة يعني أنواع تدليك مختلفة أو لحاله على حسب الدكتور يشبه يعني على الحالة من التصاعد أو تناقص العناصر ووظيفية الجسم نعم طبيعة هذه العشاب الآن ونوعيتها يعني فيه عشاب ولا عشاب هندية خاصة يعني احنا نتكلم عن الهنود يعني اشتهروا بالبهارات عندما نتكلم عن العشاب هل هي عشاب البهارات أم إيش بالضبط فيه أحيانا عشاب البهارات وأحيانا عشاب طبية بعضها موجودة في السعودية وبعضها بنحاول نجيبها من الهند وعموما يعني الهند بتصدر بهاراتها وأعشابها يعني حول العالم فبسيط أنك تلاقي هذه الأشياء بس يحتاج لها علم ومعرفة ويحتاج أنها تكون فرش نعم فعلى حسب بيستخدموا بهارات يعني بتلاقي أحيانا بتشوم ريحة حلبة وأحيانا بتشوم ريحة قرفة فبيستخدموا كل شيء نعم سيدة نوف يمكن لكل نوع من أنواع الطب التكميلي يمكن يكون في بعض السلبيات وبعض الأشياء اللي ما يعالجها أو بعض الاحتياطات خلينا نقول الآن فيه احتياطات معينة لهذا الأشياء أيوة فيه فيه كثير وفيه محاذير بصراحة من الطب الحديث على الطب الأيروفيدي بالنسبة للأعشاب اللي تتاخذ بالفم عموما هم في الهند هناك لهم طرقهم في تنقية الأعشاب وحتى المعادن اللي بيستخدموها بس هذا يعني لا يمنع أن الواحد يتحر دائما عن الأماكن اللي يروحها إنها تكون كويسة ومعروفة إذا حيروح أماكن حول العالم عندنا هنا في السعودية يعني لما فتحنا المركز كله تحت أنظمة يعني وزارة الصحة فبنحاول إحنا نتجنب الأشياء اللي التتاخذ بالأعشاب بالفم ما لندخل فيها كل أشياء اللي بنسويها خارجية واللي ما لها تقريبا سايد افك لأنه بنستخدم زيوت نقية زيت سمسم وزيت لوز وزيت زيتون وإذا كانت مطبوخة مع عشاب معينة أو معمولة مع عشاب معينة يعني أو بنستوردها بتكون حاصلة على ترخيص من هناك وترخيص من هنا فآمنة 100% وكثير من دول الخليج يعني مئات الناس بيروحوا للمستشفيات هذه في الهند في مستشفيات الآن محجوزة إلى سنتين قدام يعني من مرتديها من العالم العربي وبالذات منطقة الخليج لعلاج أمراض الجهاز العصبي وأمراض العضلات وأمراض الضهر وأمراض كثير نعم لو تحدثنا يعني أستاذ نوف عن هذا العلاج الآن هل هناك يعني خلينا نقول وصلت إلى مرحلة أنه ممكن نخليه في أقراص ويكون استكمالا للطب الحديث الآن إذا كان مثلا زيوت خاصة والله المريض بعد ما يعني يعمل العملية أو الجلسات اللي موجودة يقدر يأخذها مع البيت نعم نعم موجود وفيه زيوت لإزالة الألم فيه زيوت لخفيف أورام المفاصل فيه زيوت وفيه حاجات كثيرة إحنا ما نقدر طبعا نستغني عن الطب الحديث فيها بنقول لهم يجيبوا لنا أشعايا لازم تروح تكمل علاجك وزي كده يعتبر الطب تكميلي يعني جنبا إلى جنبي يساعد في تحسين من الحالة بعد العملية أو بعد أنه ما يتلقى علاجه بيجوا يكملوا عندنا وبيلاقوا فائدة يعني كبيرة نعم السادة نوف يعني حنا نتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله يكون أنه المجتمع عنده ثقافة كافية بهمية العلاجات التكملية التي تعتبر أيضا تعمل بشكل متوازي مع الطب الحديث إن شاء الله شكرا لك شكرا لك ألا أفضل إذن مشاهدين الكرام عندما نتمنى